أعزائي طلاب الدمج بنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم تبسيط العلوم النهاردة إن شاء الله هيكون عندنا مراجعة عامة للدرس التمهيدي في جغرافيا ومعنا كمان بعض شرح مبسط لأهم التعريفات والمصطلحات في الجغرافيا معنا ومعاكم النهاردة لتوضيح كل هذه المعلومات والتفاصيل أستاذ أحمد عبد المنعم خبير الجغرافيا بوزارة التربية والتعليم مرحبا بك أهلا بحضرتك معنا ويمكن عايزة بس أتكلم مع حضرتك في البداية عن شكل المقرر هذا العام بالنسبة لطلاب الدمج في الجغرافيا هل حدث أي نوع من أنواع التغيير ولا زي السنة لفتنة بسم الله الرحيم بالنسبة لطلابنا أبنائنا طلاب الدمج فطبعا كان فيه السنة دي بعض التغيير الطفيف يعني هو مفروض مثلا يكون معه كتاب طبعة السنة على أساس أنه عنده برضو يعني تعريف الجبلوتيك تغير من السنة اللي فاتت زائد بعض الأشياء يعني الأنهار مثلا نقلت إلى الواحدة الثانية من الواحدة الأولى إلى الواحدة الثانية جمعنا الأنهار في مكان واحد برضو يعني نوصل أنه لازم برضو يكون منتابع جيد لطبعا البرنامج لأن احنا إن شاء الله في إطار التربية والتعليم وضع بعض المعايير السنة دي لطلابنا أو أبنائنا أبناء الدمج بحيث أن الدمج إن شاء الله هيبقى مستوياته هيبقى لي تعليمات نازلة إن شاء الله هنقولها تباعا يعني لما يعني إيه تتعامل كلها زائد برضو إن احنا بنقول إن تم تغيير السنة دي في العنصر الملغي عندنا الواحدة الرابعة فقط هي الملغية بالنسبة للجغرافيا ليس مثل العام الصابق اللي هو كان الواحدة الثالثة والواحدة الرابعة لا السنة دي الواحدة الرابعة فقط يعني نبه أبناء أن الواحدة الثالثة أبناء الدمج مقررة عليها جميل يعني نقدر نقول إن احنا من خلال برنامجنا تبسيط العلوم نحاول إن احنا نبسط ونشرح كل المناهج أو المقرر في الجغرافيا ولكن هناخد مع حضرتك ستيب باي ستيب فأول حاجة نبدأ بيها النهاردة إن شاء الله الدرس التمهيدي ممكن نعرف إيه محتوياته أو بيتكلم عن إيه هو الدرس التمهيدي بتكلم على ظهور علم الجغرافيا السياسية تعريف علم الجغرافيا السياسية وهم علماء اللي هم حملوا على عطاقهم أو حملوا على أكتافهم عبء اللي هو الجغرافيا السياسية في البداية وقاموا بإنجازات سواء كانت في القديم أو في الحديث يعني وجدنا في القديم عندنا أريستو وعندنا من العلماء المسلمين ابن خلدون وفي العصر الحديث كان ردزل من ألمانيا وعندنا رودلف كيلين دوت من السويد جميل طبعا لما بنقول شكل الأسئلة بتختلف على حسب بقى الوحدة اللي احنا بنتكلم عنها أو الدرس اللي احنا بنتكلم عنه فنبدأ ما حضرتك استعراض بقى الدرس التمهيدي بتقول لنا شكل الأسئلة المتوقعة الموجودة فيه طبعا وبالنسبة للأسئلة بتكون كلها يعني معظمها في الاختيار من متعدد في أسئلة التوصيل يعني في الأسئلة اللي هي بتتطلب الإجابة عنها كلمة واحدة بحيث إن احنا بنرفع عن أبنائنا أبناء الدمج عناء إنه يكتب يعني إيه مقالة كبيرة فيه منهم اللي يعني نظره بيبقى ضعيف مش قادر يكتب الكلام ده فيه اللي عنده ممكن يفصل ما يقدرش يواصل كتابة كم كبير فبنخليه بنناقش معاه مهارته فهم إيه في الجغرافيا السياسية وعلى دوق الفهم دوت احنا بنوضع له بعض الأسئلة اللي بتناقش الكلام ده ويعني بيكون أسئلة الاختيار المتعدد من الأسئلة المهمة جدا في امتحانات أبناء الدمج يعني إحنا لو هنبدأ مثلا بالأسئلة عندنا على الدرس التمهيدي عندنا السؤال الأول بيقول ووضع العالم نقط الإطار الذي عرفه باسم دورة حياة الدولة طبعا إحنا عندنا هنا عدة اختيارات أريستو ابن خلدون رادزل وكيلين إذا إحنا تحدثنا عن أريستو ده غريخي تكلم عن الدولة المثالية وتكلم عن عناصر الدولة المثالية أما ابن خلدون نتكلم عن القبيلة والمدينة ووضع إطار عام عرف باسم دورة حياة الدولة تتابع فيه النشأة والسبات والنطج والدمحلال لهذه الدول كدورة نمو وعندنا رادزل ده اللي هو كتب في الجغرافيا السياسية أول مؤلف باسم الجغرافيا السياسية فقالوا عليه أبو الجغرافيا وكيلين السويدي هو الذي أدخل مفهوم الجبلوتيكي يبقى إحنا عندنا الإختار بتاعنا هيبقى ابن خلدون العالم العربي المسلم السؤال الثاني ظهر مصطلح الجبلوتيك لأول مرة على يد وطبعا إحنا لسا يلين من شوية برضو إن إحنا عندنا رودلف كيلين السويدي هو اللي تكلم عن مفهوم الجبلوتيك اللي اتغير السنة دي بقى دراسة تأثير العوامل الجغرافية والعوامل البشرية على الوزن السياسي للدولة وعلاقتها بالدول الأخرى فاتغير المفهوم عن السنة الماضية يبقى عندنا الاختيار هنا رودلف كيلين وده عالم سويدي يعني إحنا عندنا كده المدارس المدرسة الإغريقية أرستو المدرسة الإسلامية ابن خلدون والمدرسة السويدية اللي هي كيلين جماعة من البشر بينهم روابط مشتركة دي بقى من مفاهيم الوحدة برضو الأولى عندنا جماعة من البشر بينهم روابط مشتركة عندنا الدولة وده أساس دراسة جغرافية السياسية عندنا الدولة عندنا الإقليم الأمة القبيلة لكن اللي عندنا هنا في الاختيارات هو جماعة من البشر بينهم روابط مشتركة دي الأمة يعني بنمثل لأبنائنا الطلبة أنه عنده الأمة العربية تربطها عادات وتقاليد مشتركة لغة مشتركة دين مشترك وده ما يميز الأمة العادات والتقاليد والروابط المشتركة يبقى احنا عندنا هنا الاختيار الأمة طبعا بنتكلم برضو عن من أسئلة الوحدة الأولى معانا برضو عندنا هنا العامل الأكثر أهمية في اختيار عاصمة السودان الخرطوم وطبعا أبنائنا عارفين أن درس العواصم ده من الدروس المهمة اللي هم تناولوها في منهجهم عندنا عواصم بتختار على أساس الحماية والدفاع زي أنقرة عندنا عواصم بتختار على أساس العامل التاريخي مثل القاهرة وروما ولندن عندنا عواصم بتختار على أساس السيادة القومية مثل موسكو عندنا عواصم تختار على أساس المواصلات تختار على أساس المواصلات ده يبقى هنا عندنا هنا الخرطوم كعاصمة لسهولة مواصلتها إزئالناها على نهر النيل عندنا مدريد سهلت الاتصال دي عاصمة هسبانيا بأجزاء الدولة عندنا أيضا التالت في المواصلات اللي هو نواكشوت عاصمة موريتانيا لأنها على الساحل على المحيط الأطلسي طيب هنا الخرطوم سهلت المواصلات لأنها على نهر يبقى أنا أختار هنا عامل اسمه إيه سهولة المواصلات طيب بعد كده عندنا سؤال آخر من خصائص الأمة طبعاً إحنا لسه متفقين دلوقتي على أن الأمة لها روابط مشتركة زي اللغة زي مثلاً الدين زي الأمة العربية كده يبقى هنا من خصائصها اللغة الواحدة برضو من الأسئلة بتاعتنا من المقاومات الطبيعية للدولة طبعاً أبنائنا درسوا من المقاومات الطبيعية للدولة درسوا شكل الدولة مساحة الدولة الموقع الفلكي والجغرافي تدريس الدولة النبات الطبيعي طيب نشوف اختياراتنا عندنا لازم برضو أبنائنا أبناء الدامج يخلي بالهم من الاختيارات يعني الاختيارات هنا ممكن يستبعد الإجابة الخطأ من السئل بسيط هنا بنقول من المقاومات الطبيعية يبقى هو عنده خصائص السكان ده حاجة بشرية ليست تتوافق مع كلمة طبيعية عنده الانتاج الزراعي ده نشاط بشري يعني لا تتوافق مع كلمة طبيعية عنده السروة الصناعية نشاط بشري برضو يبقى أنا هنا ما عنديش غير الشكل وشكل الدولة هنا دي حاجة بتاعة ربنا في دول مندمجة الشكل هو درسها يعني شكلها منتظم زي مصر كده وفرنسا في دول شكلها طولي زي دولة تشيلي في دول شكلها مندمج ببروز زي الكونغو في عندنا برضو دول شكلها مجزة يبقى احنا عندنا من المقاومات الطبيعية للدولة هنا ينبقى الاختيار بتاعنا هو الشكل ده بالنسبة برضو لازاي يجاوب السؤال اذا كان اختيار من متعدد فهو لازم برضو يكون فيه سمة تفكير او شوية تفكير قبل ما يجاوب الاجابة بتاعنا يبص على كل العناصر اللي موجودة من الاجابة يستبعد المخطئ منها او الخطئ وياخد الاجابة الصحيحة في النهاية عندنا برضو من الدول التي لها واجهة بحرية واحدة طبعا هنا بنقول لابنائنا قبل ما نتكلم انه بتتعدد الدول من حيث اشرافها على السواحل في دول تشرف على الساحل بواجهة واحدة زي ليبيا مثلا بجوار مصر تشرف على الساحل بواجهة واحدة تمام عندنا في دول تشرف على الساحل بواجهتين زي مصر مثلا عندها البحر الاحمر والبحر المتوسط في دول تشرف على الساحل باكسر من جهة زي مثلا عندنا اندونيسيا زي عندنا برضو اليابان او انجلترا الدول اللي هي بتشرف على الساحل في اكثر من جهة يبقى هنا من الدول التي لها واجهة بحرية واحدة طبعا عندنا دولة سوريا وسوريا او لو شلنا سوريا حطينا دولة تشيلي يبقى برضو نفس الايه الاجابة عندنا تشرف على الساحل بواجهة بحرية واحدة السؤال اللي بعد كده من الدول التي لها واجهتان بحريتان طبعا تشيلي قلنا واجهة واحدة السيوبيا حبيسة موريتانيا واجهة واحدة يبقى انا عندي الاجابة فرنسا يبقى فرنسا لها واجهتان واجهة من الشمال اللي هو يعتبر بحر المانش وجزء من وخليج بسكي او بسكاي اللي هو جزء من المحيط الاطلسي والجهة الجنوبية اللي هي مطلع البحر المتوسط يبقى من الدول التي لها واجهتان بحريتان دولة فرنسا بعد كده عندنا سؤال اخر من الدول الجزر من الدول الجزر او دول الجزرية السعودية المغرب تشاد اليابان طبعا هنا عندنا السعودية دولة موحدة المغرب دولة موحدة يعني جزء واحد وتشاد دولة حبيسة لكن اليابان اربع جزر او مجموعة جزر يبقى من الدول هنا الاختيار بتاعنا هيكون اليابان عندنا ايضا سؤال تاني من الدول الحبيسة والدول الحبيسة بنقول لابنائنا ابناء الدام كأن الدول الحبيسة هي الدول الداخلية الدول المحاطة باليابس الدول التي لا تطل على سواحل او بحار مفتوحة فبنقول من الدول حبيثة في قارة اسيا عندي اسيوبيا اسيوبيا فعلا حبيثة ولكنها في قارة افريقيا باكستان لا باكستان تشرف في الجنوب على المحيط الهندي عندنا افغانستان طيب نشوف بنجلاديش برضو دولة بحرية تشرف من الجنوب على المحيط الهندي في خليج بنغال يبقى انا هنا الاختيار بتاعي افغانستان يبقى احنا كده اولاد لازم برضو نبص على بقية العناصر الاخرى عشان نبقى متأكدين من اجابتنا افغانستان دولة حبيثة في قارة اسيا من الدول عملاقة المساحة طبعا الدول عملاقة المساحة هيبقى هنا في مخيلة ابنائنا عندي روسيا عندي الصين عندي الولايات المتحدة عندي كندا عندي البرازيل كلها دول عملاقة المساحة او دول كبيرة المساحة طبعا هي السودان دولة كبيرة المساحة عربيا او افريقيا طبعا قبل انقسام السودان عندنا دولة عملاقة المساحة في العالم طبعا روسيا اكبر دولة في العالم من حيث المساحة تقريبا مسحتها 17 مليون كيلو متر وربع يعني قد مصر تقريبا 17 مرة تقريبا طيب عندنا برضو سؤال تاني من الدول الصغيرة التي استولت عليها المانيا في الحرب هناك من مسالب الدول او سلبيات الدول الصغيرة المساحة انها تتعرض للاختراق والاحتلال من قبل الدول الاخرى ودي سلبيات من سلبيات الدول الصغيرة المساحة ونجد ان المانيا قد استولت على هولندا وبلجيكا بسهولة شديدة جدا فاحنا هنبحث في الاجابة بتاعتنا عن هولندا او بلجيكا طبعا لينا هولندا هي موجودة بقى الاختيار بتاعنا ايه؟ هولندا وانت بتقرأ السؤال عليك انك انت تستحضر الاجابة يعني يمكن قبل ما تبص على الاختيارات خلي بالك الاجابة يعني لما اقول من الدول ذات الشكل المستطيل انت مفروض تستحضر في دماغك ايه الدول ذات الشكل المستطيل في العالم تقول ان عندك تشيلي في امريكا الجنوبية تقول ان عندك ايطاليا في اوروبا عندك النرويج في اوروبا عندك تركيا في اسيا عندك ايضا منغوليا في اسيا كل دي دول طولية مفروض نستحضرها في دماغنا قبل ما نبص على الاجابات عشان يبقى عندنا هنا كأنها اكمل بالزبط يعني فده بيأكد بقى اختيارك بعد كده احنا قلنا ايه من الاسامي دي قلنا ايطاليا في اوروبا يبقى الاختيار الصحيح عندنا من الدول ذات الشكل المستطيل ايطاليا طيب بعد كده عندنا من الدول ذات الشكل المندمج طب نستحضر في دماغنا ايه لما نقول من الدول ذات الشكل المندمج نستحضر في دماغنا مصر بلجيكا نستحضر في دماغنا فرنسا دي كلها من الدول ايه المندمجة يبقى احنا عندنا فرنسا جات لسا احنا متكلمين وقلنا فرنسا يبقى فرنسا من الدول ذات الشكل المندمج وده افضل انواع اشكال الدول يعني لو قلنا هي افضل انواع اشكال الدول هنقول الشكل المندمج وبالمناسبة مصر شكل دولة مصر شكل مندمج ممكن يسألك سؤال مهاري تتبع مصر اي الاشكال من اشكال الدول تقوله الشكل المندمج المنتظم طيب ما النتائج اللي ترتبط على شكل مصر اللي لازم تعرف بقى سهولة الاتصال ويعني الاحتكاك الحضاري سهولة الاحتكاك الحضاري بغيرها من الدول من الدول البحرية المجزأة بحرية مجزأة يعني دول جزر تحيط بها المياه من جميع الجهات عندنا ليست مصر كذلك او الارجنتين او الكونغو انما اندونيسيا هي دولة بحرية مجزأة ولو شلنا اندونيسيا اولاد هنحط مكانها ايه هنحط مكانها اليابان لو شلنا اندونيسيا نحط مكانها اليابان نحط مكانها انجلترا تمام فيه برضو ناس تقول ايه ممكن نحط دولة عربية جزر القمر اللي في المحيط الهندي دي دولة برضو عربية من اشكال الدول البحرية المجزأة عشان لو اتكلم بقى معاك على حاجة انت خدتها في مناهج سنة تانية او في مناهج السنين الماضية يقول برضو ان عندك نوع من انواع الثقافة في مجال الجغرافي طيب عندنا برضو نظام اجتماعي يقوم بأدوار لتحقيق الامان والمصالح العامة النظام السياسي هو النظام الذي له صورتين صورة اجتماعية انه مصالة اجتماعية يعتمد على قوة في ادارة موارد المجتمع لتحقيق الامن والامان والمصالح العامة او ليه تعريف اخر هو نظام مؤسسي مجموعة المؤسسات او ليه صورة مؤسسية هي مجموعة المؤسسات اللي هي بيتم بينها عملية صنع القرار وهي المؤسسة التشريعية التي تتشرع القوانين زي مجلس الشعب المؤسسة التنفيذية وهي الحكومة الموكلة بإدارة شؤون البلاد ثم القضاء وده سلطة مستقلة يبقى هنا هل آية للمؤسسات لا النظام اجتماعي يقوم بتحقيق المصالح العامة يبقى ده النظام السياسي في صورته الاجتماعية فاحنا هنا هنختار إيه؟ النظام السياسي يبقى النظام السياسي في صورة الاجتماعية نظام اجتماعي يقوم بأدوار متعددة لتحقيق الأمن والمصالح العامة للدولة طيب تسعى أنظمة الحكم الديمقراطي إلى إيه؟ لازم برضو أنت تبقى مستحضر إجابيتك تسعى أنظمة الحكم الديمقراطي إلى توزيع العادل للسلطة ودي حاجة من الحاجات اللي هي بتسعى إلها أنظمة الحكم الديمقراطي في العالم لا تتغول سلطة على سلطة وتبقاش اكوى من سلطة السلطات التلاتة التشريعية والتنفيذية القضائية يكون هناك في توزيع عادل السلطة ان يكون هناك تداول سلمي للسلطة تمام فو ده من انظمة الحكم الديمقراطي طيب نشوف بقى هنا اللي مكتوب ايه توزيع عادل للسلطة يبقى تسعى انظمة الحكم الديمقراطي الى توزيع العادل للسلطة على السلطات التلاتة التشريعية والتنفيذية والقضائية بمقتدى الدستور طبعا اللي بينوص على ان كل واحدة تتولى وظائفها بما يقضي الدستور طيب بعد كده عندنا من الدول التي تعتمد النظام شبه الرئاسي طبعا عندنا الانظمة في العالم خدنا نظام رئاسي بتمثله الولايات المتحدة رئيس الدولة هو الكل في الكل يعني هو الذي يحكم الدولة يسود ويحكم وبعدين نظام برلماني نظام البرلماني ده رئيس الوزراء هو الذي يتولى الحكم اما رئيس الدولة يسود ولا يحكم وهناك نظام وسيط بين النظامين اسمه شبه رئاسي طب احنا قلنا الرئاسي رئيس البرلماني رئيس الحكومة طب شبه الرئاسي الرئيس ورئيس الحكومة يحكمان معا يبقى السلطة مشتركة يبقى هنا من الدول التي تعتمد النظام شبه الرئاسي عندنا فرنسا تعتمد النظام شبه الرئاسي من أبرز الدول يبقى احنا هنا ندور على كلمة فرنسا فرنسا من الدول التي تعتمد النظام الرئاسي طبعا لو قال البرلماني يبقى عندنا بريطانيا اللي هي انجلترا لو قال الرئاسي يبقى عندنا الولايات المتحدة الامريكية طيب من الدول التي تعتمد النظام البرلماني احنا لسا يلين اهو بريطانيا انجلترا المملكة المتحدة كلها اسامي واحدة بريطانيا انجلترا المملكة المتحدة دي من الدول التي تعتمد النظام البرلماني والنظام البرلماني هو الذي يتولى فيه الحكم رئيس الوزراء والرئيس فيه يسود ولا يحكم طيب من الدول التي تعتمد النظام الرئاسي اللي هو الرئيس الكل في الكل عندنا من الدول دي مين؟ الولايات المتحدة الأمريكية ولذلك لا تسمع في أخبار الولايات المتحدة الأمريكية إلا ترامب أو رئيس الجمهورية كذا رئيس الولايات المتحدة لا تسمع ليس هناك رئيس وزراء في الولايات المتحدة الأمريكية إنما رئيس يأتي برجاله ويعين رجاله كل رئيس يأتي بموظفينه أو برجاله وهناك الرئيس على رأس السلطة وهناك السلطة التشريعية ودي مستقلة والسلطة القضائية برضو مستقلة يميز النظام الرئاسي أولاد استقلال السلطات يميز النظام الرئاسي استقلال السلطات والتخصص كلهم فيه تخصص ولكن ليس في الأنظمة التلاتة أولاد نظام مثالي يتم تطبيقه على العالم كله طيب ليه لاختلاف المجتمعات اختلافها في العادات والتقاليد واجتماعيا وثقافيا وحضاريا لن يناسب مثلا دولة ما نظام حكم في دولة أخر هناك دول تعشق الملكية وهناك دول تعشق الجمهورية وهناك دول تؤيد النظام الرئاسي وهناك دول تؤيد النظام البرلماني وهكذا الجغرافيا السياسية طبعا بنرجع تاني برضو الوحدتنا التمهيدية جغرافيا السياسية فرع من فروق الجغرافيا طبع عندنا الجغرافيا الطبيعية وعندنا الجغرافيا البشرية الجغرافيا تنقسم إلى نوان طبيعية اللي بتتكلم على الموقع والتضريس والمناخ والنبات الطبيعي تمام وهناك الجغرافيا البشرية درسته انتوا في الصف الثاني جغرافية التنمية دي جغرافيا بشرية تمام برضو الجغرافية السياسية احد فروع الجغرافية البشرية يبقى نقول هنا احد فروع الجغرافية البشرية طيب عندنا اختيار اخر ده طبعا يعني بيه هننتقل الى بعض المفاهيم في الوحدة التانية بتاعتنا ان احنا عاملين النهاردة زي مراجعة كده عامل ابنائنا بنعرفهم على يعني ايه الوحدات اللي هما ذكروها ونتبين منها هما وصلوا لحد فين عندنا السبب الرئيسي لنشط الحدود في افريقيا طبعا قارة افريقيا استعمرت معظم قارة افريقيا بل يكاد يكون بالكامل كانت فريسة للاستعمار ولذلك نجد ان الاستعمار هو الذي قام برسم الحدود في افريقيا ولذلك نجد ان حدود افريقيا كلها هي حدود هندسية حدود تابعة او قام برسمها الاستعمار وده طبعا من المشكلات اللي بتعاني منها قارة افريقيا لانها هناك العديد من المشكلات على الحدود وطبعا احنا اولاد لو نقول حاجة زي كده احنا عندنا مصر كان الحدود الجنوبية لمصر بين مصر والسودان لم يكن هناك حدود انما الاستعمار الانجليزي وضع تلك الحدود تبقى لانتفاقية سنة 1899 اتفاقية الحكم السنائي ولكن لم يكن هناك حدود بين مصر والسودان في ما قبل ذلك ايضا حدود بين مصر وليبيا اسست في عام 1925 بين الاستعمار الايطالي الذي كان يحتل ليبيا وقتها ولم يكن هناك ايضا حدود واضحة بين مصر وليبيا والحدود مع فلسطين برضو للأسف الاستعمار الانجليزي هو الذي حددها في اتفاقية 1906 والذي كان منتدبا على فلسطين وقتها طيب يبقى احنا نرجع السبب الرئيسي لنشط الحدود في افريقيا الى تصفية الاستعمار لمستعمارات تصفية الاستعمار لمستعمارات ولذا اجد برضو اولاد من اثاره ان احنا نجد معظم دول افريقيا داخلية لا تطل على سواحل قليلة الاهمية في موقعها نتيجة هذا التقسيم السيء للاستعمار طيب برضو عندنا سؤال اخر السبب الرئيسي لنشط الحدود في اوروبا كانت يعني في اوروبا تفصل بين الدول تخوم والتخوم هي مناطق انتقالية كانت طبيعية قليلة السكان كانت تفصل بين اوروبا بدول اوروبا ولكن مع الزيادة السكانية تطور المواصلات بدأ السكان ينتقلوا الى الاماكن ديت وبدأوا يزيلوا الغابات اللي هي كانت تخومة بين تلك الدول وبإزالة الغابات تم احلال الحدود محلها يبقى هنا السبب الرئيسي اكيد الزيادة السكانية هي اللي قدت الى نشط الحدود في اوروبا فعلا الزيادة السكانية في الاختيار بتاعنا طيب عندنا سؤال اخر تم تقسيم الحدود في اوروبا بعد الحرب العالمية الاولى على اساس طبعا بعد الحرب بين العالمتين يا اولاد كانت تقسيم الحدود هنا بيتم على اساس لغوي يعني بيجيبوا الدول يعني اللي فيها لغات مشتركة ويعملوا التقسيم اللغوي عشان ما يبقاش فيه اقليات لغوية ودي من اخطر انواع الاقليات اللي بتوجد في الدول ان تكون هناك اقليات لغوية لان احنا قلنا ان عامل اللغة اولاد في الوحدة الاولى قلنا اذا تعددت اللغة داخل دولة فان هذا مصدر ضعف للدولة اما الدولة التي بها لغة واحدة فانها تكون دولة قوية لان اللغة هي الوعاء الثقافي الذي بواسطه يتم نشر الافكار بين افراد المجتمع يبقى تم تقسيم الحدود في اوروبا على اساس اللغة وخلي بالكوا ان برضو تقسيم اللغة والتقسيم الديني ده بيقول عليه تقسيم حضاري او الكتاب بيقول عليه تقسيم اسنغرافي يبقى الاسنغرافي هنا يبقى انا ممكن انا اشيل اللغة واقول حضاري اه تمام طب انا ممكن اشيل اللغة دي واقول تقسيم اسنغرافي صح تمام كده يبقى ايه تبقى للغة واللغة والدين هم من اهم العامل اللي اثاروا في خريطة العالم السياسي وفي تشكيل الحدود في خريطة العالم السياسي مستر احمد عبد المنم سعادة جدا بلقاء حضرتك كنت ضيف جليل لبرنامجنا تبسيط العلوم بنشكرك يا فندم شكرا اعزائي طلاب الدمج دي كانت مراجعة سريعة ومبسطة للدرس التمهيدي في الجغرافيا نتمنى يا رب ان انتوا يكونوا استفدتوا من هذا اللقاء وهذه الحلقة من برنامجكم تبسيط العلوم على وعد باللقاء جديد شكرا لكم